موسيقى أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الصحافة اليوم ونتناول فيها أبرز مجأة في الصحف المحلية وكذلك الدولية التي تطرقت إلى مستجدات الشأن اليمني أهلا بحضراتكم أولى جوالاتنا من صحيفة الشارع التي طالعتنا بالعناوين التالية رمي قنبلة على مسجد في لحج وإصابة جندي في اشتباك داخل جوازات عدن سبأ الجيش الوطني يكبد ميليشيات الحوثي خسائر بشرية في جبهة قانية تداعيات انتكاسة مأرب نيوز يمن أوردت العناوين التالية تشمل اليمن تفاصيل خطة الأخوان 2020 للسيطرة عربيا وتدمير الخليج قاضي حوثي يطرد محمي الصحفيين المختطفين من قاعة المحكمة قيف يستحق اليمنيون ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي مستشفى التحيطة الميدانية يعاني من نقص بالكادر الطبية التحالف يطلق جسرا جويا لنقل مرضى اليمن للعلاج بالخارج أكالة الثاني من ديسمبر أوردت لنا العناوين التالية الأغذية العالمية تهم الحوثي بنهب مخزن إغاثة في حجة المجلس الترويجي يقدم مستلزمات نظافة لمديرية المخة أما عدن تايم فقد أوردت العناوين التالية أسواق تعز هدف الميليشيات الحوثية أسلحة إيرانية تصل إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة مصر عنصر من القاعدة بعد غارة أمريكية على مأرب أما الشرق الأوسط أوردت العناوين التالية تقه قرن حوثي في نهم والجوف والبيضاء الجيش اليمن يخض معارك كسر عظم في خمس محافظات المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو لخفض التصعيد اتهامات للحوثيين بارتكاب 756 انتهاكان خلال شهر التحالف يبدأ جسر إجلاء جوي عبر طائرات الرحمة إلى مصر والأردن مقالنا لهذا اليوم هو للدكتور ياسين سعيد النعمان الذي يحمل عنوان الحوثي مخلب لمشروع أقليمي خطير قال به يتخبط الحوثي بحثا عن مسوق سياسي أو قانوني أو أخلاقي أو اجتماعي للمأساة التي أقرق فيها اليمن فيتوه في تهويمات لا تلبثوا أن تكشف حقيقته كمخلب لمشروع أقليمي خطير لن يستطيع الحوثي بما أخدم عليه أن يبرر حجم الخيانة التي ارتكبها بحق اليمن ولذلك فإنه لن يجد قير طريق الحرب سبيلا لتكوين معادلات تفوت فرصة محاسبته على ما ارتكبه من خيانة وهو في هذا لا يتورع عن مواصلة الزج بالآلاف من الأطفال والشباب إلى محارق الحرب بطيش يتجاوز الوصف مثل ما حدث خلال الأيام الماضية وكم كان الحال مروعا ومؤلما وبعض المقاتلين في جيش الدولة يصفوا المشهد في مفرق مأرب والجوف بكلمات عبرت عن أخلاق لم ولن يستوعب الحوثي مضمون ما حملته من رسالة الإصرار على مواصلة الحرب ورفض فرص السلام وتأكيد على السير وفقا لمنهج قرائبي يتشكل خارج القوانين الموضوعية التي تتكون بموجبها قواعد الحياة السياسية التي من شأنها وحدها أن تحقق الاستقرار في اليمن وأهم هذه القواعد هي أن اليمن لن يستقر إلى بقيام دولة المواطنة لذلك فإن الحوثيين يعملون بكل قوة على تخريب القواعد المنشأة لهذه الدولة ويرون في منهج الحرب وسيلة لتحقيق ذلك غير المدركين أن هذه القوانين تعمل في الاتجاهة المعاكسة لمسارات منهجهم القرائبية وأن كل ما يساعدهم على تميع التفعيل الإيجابي لديناميات هذه القوانين هو أن مقاومة المشروع الحوثي يجب أن تتأسس على قواعد بناء دولة المواطنة وأن على قوى هذه المقاومة كافة مقادرة الالتباس التي يترك مفهوم الدولة مكشوفا على كثير من الاحتمالات التي لم تستقر بعد عند المواطنة سيهزم مشروع الحوثي بكل تأكيد لأنه مشروع حرب لا مشروع بناء فمهما بدأ أنه ينتصر هنا ويخترق هناك فهو ليس أكثر من محرقارات لا هدف لها سوى تمزيق فرص السلام وإبقاء اليمن رهنة الوضع المضطرب في المنطقة لاستخدامه في وقت اللزوم في التسوية التي ينشدها نظام إيران مشاهدنا الكرام سوف نتحدث في هذه الحلقة حول الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن وكذلك عن ما يدور في مختلف التحركات على مستوى العسكري وكذلك السياسي للحديث حول هذا الموضوع معي هنا في الاستيديو الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ أنور الأشول وسوف ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح قبل النقاش في هذه الحلقة نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود أهلا بحضراتكم مجددا مشاهدنا الكرام ورحب بضيفي في الاستيديو الأستاذ أنور الأشول مساء الخير أهلا سهلا مساء الأنور أهلا فيك أستاذ أنور برأيك ما هو المتوقع من جلسة مجلس الأمن المرتقبة بشأن اليمن يعني اسمحي ليقول أنه أولا لابد أن نؤكد بأن غريفث بحد ذاته هو عنوان للفشل وما يقدمه لمجلس الأمن هو عبارة عن تكارير مضللة وأيضا ما يصب في خدمة الألحوثية وهذه الجماعة الماركة تأكيد المؤكد نتوقع أنه سيأتي بماذا مجلس الأمن يعني كل ما يأتي ويصدر من مجلس الأمن هو تثبيت تقدم الحوثيين تثبيت تموقعهم في أماكنهم يعني يد العون من أي غرق يحدث لهذه الجماعة كل ما حاولت تتقدم الشرعية وقواتها والقوى الوطنية خطوة إلى الأمام يأتي مجلس الأمن ليعيدها إلى نقطة البداية ونقطة السفر يعني ربما الجانب الإنساني هو سيأخذ حيزا في مناقشة الغد الأربعاء لجلسة مجلس الأمن ولكن أيضا هناك مؤشرات أنه سيؤكد على تمديد الفترة لغريفث الفاشل وأيضا يؤكد هذا الدعم لغريفث ومن ثم يطلع على ما يقدمه من تقارير مضللة عن ما يجري في اليمن في الجانب الإنساني في الجانب السياسي في الجانب العسكري يعني تخيلي أنت إلى الآن سنة مرت على هذه الاتفاقية المشبوهة ستوك هولم ولم نتقدم خطوة إلى الأمام فما الذي نتوقعه من مجلس الأمن غير الفشل وتأكيد المؤكد نعم بما أنه طبعا مجلس الأمن سيعقد المتوقع أيضا والأحاديث التي تدور أنه سوف يتم التمديد لغريفث الذي لم يأتي حتى الآن لليمن بسلام ولا زال اتفاق أستوك هولم فاشلا ولم يكن إلا حبرا على ورق رأيك هل تستطيع هنا الحكومة طلب من مجلس الأمن انهاء فترة غريفث؟ الحكومة قبل ذلك هي طلبت أيضا بتغيير بن عمر تغيير والد الشيخ وكان صوتها عالي أنا المستغرب له أن هذا الرجل الفاشل غريفث وأتى بالفشل تل والفشل والنكسة تل والنكسة لليمنيين وتطلعهم إلى طاولة الحوار العادلة إلا أنه للأسف هناك ما أعرف هل لأنه بريطاني وتدعمه بريطانيا العظمى؟ أم أن هناك في الكواليس ما يدور ما يكرس الكوارث القادمة لليمنيين الكوارث الإنسانية لم يتحقق فيها شيء الكوارث العسكرية الآن ما يجري فيها الجبهات لم يتحقق شيء على مستوى الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقية والعهود ولم يتحقق منها شيء إذن نحن أمام كارثة اسمها غريفث عنوان للفشل كبير اسمه غريفث والحكومة نائمة ولم تقدم خطوة إلى الأمام نعم أبقى معي أستاذ أنور الآن أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف الدكتور محمد جميح دكتور مساء الخير مساء نور نعم ما هو المتوقع من الجلسة المرتكبة لمجلس الأمن وهل تأتي بحل للسلام؟ طبعا الجلسة المرتكبة من المؤكد أنها يفيد لها مارتين جريفين أن تصد في اتجاه دعم الذهاب لمفاوضات سلام رغم تعثر اتفاق السوق هلم ولمقابل الأخيرة تصليحات وزير الخائل العفوان السفير بريطاني بدل يمن طالد الحاف الواحد بأنه يتفهم غضب الحكومة اليمنية من عدم الإصراع في تنفيذ اتفاق السوق هلم ولكن الآن الوقت تغير وهناك الكثير من المتغيرات واتفاق السوق هلم كانوا في تنفيذ حين بمعنى أنه أدى الغرض في أوقع المعركة والآن يجب أدى هذا إلى مفاوضات الحم السلمي طبعاً هذا يعني أن المعطم بريفيت يسعى من خلال مجلس الأمن إلى الضغط على جميع الأطراف من حجلة هذه المفاوضات متجاوزة الاتفاق الذي يخص الحديدة وهذا كما قلنا من قبل إنه بمثالة وضع العربة أمام الشصان بأنه بمثالة تشكيل حكومة قبل أن يصار إلى تطبيع الأوضاء حتى في مدينة الحديدة وتنفيذ الاتفاق الذي صدر به قرار من مجلس الأمن الدولي طبعاً المعطم بريفيت طال في أفضل سبيل بريطاني قال مؤخراً لأن هناك متغيرات ينبغي أن استوعدها هذه المتغيرات منها كما قال بانسحاب الإماراتي من الحرب ومنها كما قال رغبة أيضاً سعودية في الحل السلمي وبالتالي فإنه الجميع كما يقول السفير متجهون إلى إجساء الحل السلمي وطبعاً لا أحد يريد الحرب ولا أحد لا يريد السلام لكن على أي أسس وعلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الحل هذا هو الخلاف وهذا هو الذي ينبغي أن تترسع الحكومة اليمنية مع ماطم بن فيد نعم بما أنه يتحدثون ضمنياً عن انتهاء استوك هولم لماذا لا يتم هنا الإعلان من قبل الطرف الحكومي في اليمن بانتهاء هذا الاتفاق استوك هولم وعلى الأقل أنه يكون هناك رد في عالة تم استهداف القوات مثلاً في الساحل بما أنه هذه طبعاً الاتفاقية استوك هولم يأتت من شأن الحديدة طبعاً الحكومة اليمنية هي ألمحت حسب تغريبة لوزير الخارجية ولم يكن هناك أيام رسلين من الوزاة الخارجية ولا من الحكومة بينما هي تغريبة نكرتها وزير الخارجية بأن اتفاق استوك هولم قد أفشله الحوثيون وأنه يعني يحمل الحوثيين طبعاً المسؤولية لكن هذا لا يعد تراجع مع الاتفاق والحكومة يعني عادت بتغريبة أخرى لتشكر ماطم بفتوى بتؤكد التزامها بمسار السلام أنا أتوقع أن في الأخير المتغيرات الميدانية الأخيرة هي مقدمات في إجبار الجميع على التهاب إلى مفاوضات السلام متجاوزين اتفاق صفهم نعم بما أن نتكلم دكتور محمد على التحركات أو الأوضاع الميدانية هناك طبعاً الحديث يدور حول أنه هناك جبهات تتقدم وهناك انتكاسات في جبهات أخرى برأيك هذا الكر والفر أيضاً في الجبهات أسواء من قبل الميليشيات الحوثية أو من قبل الحكومة الشرعية إلى ماذا يؤدي؟ هل هناك الآن طرف يحاول أنه يكون هو سيد الموقف للسيطرة على الأقل على المفاوضات ومجراها؟ بالتأكيد الأحداث الأخيرة ميدانية هي تشير إلى سعي الحوثيين تحديداً إلى أن يكون موقفهم التفاوضي أفضل من الموقف الحكومي عندما يصار إلى جلسة مباوضات على مائدة مصديرة لكن هل ستستجيب الحكومة اليمنية لبعوض بالذهاب إلى مفاوضات متجاوزة انتفاق السكول ومتجاوزة أو على رغم أن المجتمع الدولي يغضط عن محركات الحوثيين الأخيرة التي تفعل خلق معادلات شهيرة عن الأرض تتمثل بالسيطرة على الجو فمأرض كما يبدو من سلالة محركات الحوثيين أن الحوثي لا سيطرة على الجو فمأرض فإنهم ربما لا يعني أن يذهب بعد ذلك إلى مفاوضات السلام وإذا ذهب إلى هذه المفاورات فإنه بالتأكيد سوف يتجب سلطه لأنه سيكون ضرب الأقوى نعم الدكتور محمد جميحة الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك أعود إلى ضيفي في الأستوديو الأستاذ أنور الأشوال أستاذ أنور الجبهات طبعا تشتعل تارة وأخرى نسمع أن هذه الجبهات كان فيها تراجعات كثيرة اتهامات الأطراف بأنها تنسك مع الميليشيات الحوثية أطراف أخرى تتحدث العوثيين أيضا أنفسهم أن هناك بينهم هدنة كما هو الحال مع طبعا الأخوات اسمحي لي في تعليق وسيط وتعقيب فقط على ما ذكره الدكتور محمد جميحة فيما يتعلق بالسفير البريطاني السفير البريطاني تخيل لي أنه أصبح اليوم هو كأنه ظهر لنا وكأنه ناطق باسم جماعة الحوثية الإنقلابية حتى في أحاديثه سواء الرسمية أو غير الرسمية وكأنه متبني هذه المسألة فيما يتعلق بالحركة الحوثية وتوجهاتها يعني عندما الآن نعيد الكرة من جديد والعودة إلى طاولة الحوار وكأننا نبدأ من نقطة الصفر وكأن هذه الاتفاكة التي تمت وهذه المفاوضة التي تمت لا شأن لهم بها وكأنها فقط هو لتحسين شروط الحوار لطرف الحوثي مقابل الشرعية وهذا بصراحة يدعو للسخرية والأسف والأسى أنه لا يوجد لدينا من يدير المعركات الخارجية الدبلوماسية الاتفاقات كيف يمكن أن ندير هذه العملية والكولسة كل هذه للأسف فشل ذريع يعني ترتكبه الشرعية مرة تلو أخرى فشلا تلو آخر وهناك أيضا اليوم على الميدان ما يجعل أيضا التفاوض فيما إذا تم أو أكرم مجلس الأمن في الجلسة المقبلة مسألة التفاوض بأنه ستذهب الحوثية هذه الحركة الإنقلابية وهي من مصدر قوة وسكفها عالي فيما يتعلق بالنقاش والحوار برأيك أستاذ أن والحلقة الأضعف سيكون هو الشرعية أنت تركت الحبلة على الغارب وتركت لهذه يعني ومن وراء غريفث وأنت أصم أعمى كأنه لا ترى ما يجري على الحياة واليوم نحن على الميدان ندفع الثمن وهذه الفاتورة سيدفعها اليمنيون لسنوات قادمة جديدة من هذا النزيف المتواصل لليمنيين طيب لماذا لا يتم الرد في الميدان تقوم الشرعية بالرد في الميدان يعني اليوم لماذا لا تقوم كل الجرهات على الأكل أنه ترضى خلط طاولة التفاوض من يكسب في الميدان يعني أنت ستذهب وأنت سكفك عالي فيما يتعلق بالمفاوضات وتحاور من مصدر قوة كما هو حدث اليوم ما هو ذهبنا إلى ستوك هولب ومد لهم غريفث طوق النجاح بهذا الاتفاق وكانت الحديدة يعني على مرمى أهداف المقاومة وقوات طارق وقوات العمالكة وكان بإمكان الحديدة أن تسقط وتصبح هذه المدينة محررة بالكامل الساحل الغربي كاملا من حرض حتى باب المندم كان سيكون محررا وكله تحت سيطرة الأشرعية وسيطرة القوات الحرس الجمهوري وقوات طارق وقوات العمالكة ما الذي حدث؟ من رمى لهم طوق النجاح؟ هذا غريفث الفاشل ومن وراءه فيما يتعلق بالذهاب إلى ستوك هولب ومن يعني انطلت عليه الحيلة وبكل سذاجة ودون قراءة للواقع ودون... هي الشرعية وبين كوسين وبين هلالين حزب الإصلاح حزب الإصلاح الذي ذهب وأرغم الشرعية أن تذهب ولهذا وزير الخارجية عندما قدم استقالته لأنه السابق وزير الخارجية الشرعية السابق قدم استقالته لأنه وجد أن الملف هذا ملغم وجد أنه لا يمكن أن نصل إلى طريق واضحات المعالم وها نحن مكانك سر سنة بكاملها لم نتقدم خطوة إلا ما من مد لهم بطوك النجاح؟ هذا قريفة الفاشل وها هو من جديد عندما بدأت تتحرك جبهة هنا وهناك جبهة نهم وجبهة في غانية وفي الظالع وفي غيرها ستجد بأن طوك النجاح سيمدد له من جديد واليوم عندما الحديث يتم عن سلام شامل عملية سلم شاملة في اليمن وكأنه كل هذه الاتفاقات التي تمت هباء منثورة وفتحوا صفحة من جديد ومن أولى السطر هذا ما يجري هذا الملف المعكر بحاجة إلى إدارة نعم أنه هناك طبعا قريفة أنه أتى للميليشيات الحوثية بطوق النجاح أخرجهم دوليا برأيك من هو الطرف المحلي الذي يعمل على انتكاسها في الجبهات يعمل على اختراق الجبهات يعمل على إضعافها أيضا الشرعية مخترقة يا سيدتي نعم الشرعية مخترقة ليجعل الميليشيات الحوثية على الأقل يكون لها جانب أكوى أو دار أكوى في المفاوضات والله اليمني أصبح ملطوم من كل الجهات هو الضحية الأولى هذا الشعب اليمني البطل الصابر الصامد يعني يريد أن يتعلق بأي قشاية تفضي به إلى الرصيف الآمن نعم لكنه لم يجد هذا القارب النجاح الذي يؤدي به إلى الميناء الآن أنا أقصد هنا أستاذ أنور من هو الطرف الطرف المحلي الذي بيساعد للميليشيات الحوثية الذي بيعمل على إضعافها في الجبهات يا سيدتي الطرف المحلي معروف وهناك اتفاقات وكانت علنا من هو الطرف المحلي؟ وتم التصريح بها علنا حزب الإصلاح الإخواني المتواجد في اليمن هو من يلعب هذا الدور للأسف مع الحوثية من تحت الطاولة ولكن تتكشف الأمور وما حدث في جبهتنا وما ذكره ناطق الحوثية الانقلابية من صنع محمد البخيتي وعلنا أنه كان هناك اتفاقات بيننا وبين الإصلاحيين لم نجد حتى من ينفي هذا الكلام وإنما سكوت وخنوع وكأنه الأمر ثبت العملية وثبت هذه التهمة طيب أنت أنت الآن تدير هذا الملف أنت كإصلاح وكحزب ما الذي تريده بالضبط من اليمنيين؟ هل تريد مزيد من الدماء؟ هل تريد مزيد من يعني ابتزاز للشرعية أكثر مما تم ابتزازها خمس سنوات؟ هل لم تكتفي بالأموال الطائلة التي أخذتها من دول التحالف وضحكت عليهم خلال الخمس سنوات؟ هذه الدماء التي تنزف ألا تؤرق ضميرك؟ أيها الحزب الفاشل الخائر ماذا أقول يعني؟ جد هذه كارثة نحن أمامها هذه الحركات الأخوانية للأسف التي تعبث بالأسرة اليمنية وبالمجتمع اليمني وبالشعب اليمني خلال هذه الفترة من 2011 إلى هذا اليوم ما الذي قدمته اليمن؟ ما الذي حدث؟ ما الذي أين كنا وأين أصبحنا اليوم؟ نعم وأنت ترفع شعارات الحرية الديمقراطية التحرر أي تحرر وأنت اليوم وأنت المستبد وأنت الآمر وأنت أمير الحرب وأنت المبتز وأنت الرخيص وأنت الفاشل وأنت الخائن وأن كل هذه تتم على للأسف من تحت الطاولات وعلى يعني على الملأ على الأشهاد يعني يعني بصراحة بلف ملغم الملف أصبح ملغم كثير ويحتاج إلى إرادة إلهية للأمانة نحن بحاجة إلى إرادة إلهية أو الصبر من اليمنيين حتى لأن هذا الفشل تلو الفشل تلو الفشل ولم يحرك ساكنا عند الرئاسة اليمنية أو عند الشرعية أو عند من يريد اليمن خيرا ألا يوجد في هذه الفسيفسة شخص نبيه نزيه يقول يكفي إلى هنا هذه القيادات العسكرية الكبيرة نقول هنا القيادات يا أستاذ أنور لأنه إحنا طبعا تابعنا وشاهد الجميع مكفكين الأبطال صراحة في مختلف الجبهات يقاتلون بأسلحتهم الشخصية ويضيدون عن الوطن بكل استبسال وكوة لكن هنا أين هي القيادات العسكرية وبرأيك هذه القيادات العسكرية هل هناك لها حسابات أخرى في حكاية مثلا أن تتقدم أو تتراجع الله يشوفيها سيدتي أنا أقول لك باختصار شديد نحن في تجارب قريبة بل الذي حدث في حجور خذل وحجور وحجور اللي كانت شوكة كانت في خاصرة الحوثية يعني خذل وخذلان وعلى كانت المعسكرات الإصلاحية على مرمى البصر متواجدة لم تنقذ يعني جريحا واحدا من حجور ما الذي يحدث؟ من يحرك من هو هذا الرجل الخفيل الذي يحرك هذه الأدوات الرخيصة؟ يعني حاجة غريبة يعني وقفنا مع الشرعية وقلنا هذه الشرعية التي ستكون السفينة وطوق النجاح التي نتعلق بها حتى تأخذنا إلى الضفة الأخرى من الأمان لليمنيين يكفي عبثا يكفي دماء يكفي فشلا يكفي تدميرا للدولة ومقدراتها يكفي 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 فئة انقلابية بهذه يعني الغرور بهذا الغرور اليوم يعني تواجه هذا كله إلا وأن هناك أيدي معها لا يمكن مستحيل هذا الكلام يعني حتى اختراق للعادة اختراق للطبيعة اختراق للواقع هذه الفئة اليوم تذهب بين جبهاتها الآمنة التي هي آمنة وظهرها محمي بها يفترض أنها مشتعلة تذهب إلى نهم ويجري ما يجري ويجري هذا الفشل الذريع بقواتها الشرعية بجيشها الوطني بإمكاناتها المهولة بالفلوس بالدعم أين أنتم في شيء مش طبيعي بهدث وهذا ما هو السؤال الذي يسأل ويدور حوله يعني نقول اليوم نكرر الفشل تلو الفشل جبهة نهم هذه الجبهة الأخرى التي يحدث فيها هذا الفشل كما حدث من خذلان في جبهة حجور وفي الحديدة وفي غيرها واليوم هناك مؤامرة ويقولوا بأن تخيلوا سبب هذا الفشل الذي يحدث في جبهة نهم قوات طارق صالح المؤتمر الشعبية العام يا أخي أيوك يعني إذا أردت حتى أن تكذب فكذب يعني يعني باحتراء بالمعقول بالمعقول بما يصدقه العقل نعم أنت يعني هذه القوات المترمية المتواجدة في لو لا هذه القوات المتواجدة في الساحل تعز وهذا الساحل كله أخذها الحوثيون بكل بساطة لو لا تواجد هذا الرجل البطل هذا طارق وقواته لا هذا الساحل هو الشرط الساحل لصبحت لصبحت البحر الأحمر مهدد والتجارة العالمية كلها مهددة تتخيلي والآن يعلق شماعة الفشل على طارق وعلى قواته وعلى نعم حتى أنه هناك كان قيادي أصلاحي أعترف في حديث له ساعتر أنه تم التنسيق مع أمامك يعني يقول أكمل السؤال لك أستاذ أنور أنه تم التنسيق مع المليشيات الحوثية مع أخوان الأخوان هنا بين قوسين لأجل مهاجمة طارق صالح من محور تعز صحيح صحيح يعني هنا هناك لعبة وهذا طبعا الكلام تكلم فيه لعبة خفية تحدث الآن على اعتبار أنه مصدر التهديد نعم ومصدر النجاح نعم هو طارق وقواته تخيل أنه هذا لأنه أحدث لأنه كشف خيبات هؤلاء وهذه القوات والجحافل هذه كلها طارق بقواته وقوات من الحرس الجمهوري ومن التفح وطارق من المقاومة التهامية استطاع أن يحقق في زمن قياسي هذا النجاح الكبير على امتداد الساحل الغربي حتى وصولا إلى ميناء الحديدة يعني كان على مرمى هدف ميناء الحديدة وتم رمي طوق النجاح الحوثية بتواطع إصلاحي بموافقة إصلاحية حتى تتوقفها المعركة في هذا نكاية بطارق وقواته نكاية بهذا النجاح الذي حققه أي كارثة نحن أمامها نحن أمام كارثة اسمها الإصلاح يا جماعة افهموا هذه حركة دينية مرتبة الأوضاع والحركة الحوثية الحركتين الدينيتين يلتقوا عند حسن البناء بأفكاره ويعني ما يريد تطبيقه في الأمة الإسلامية والعربية شيء مقرف شيء محزن شيء يدعو للأسى نحن أمام كارثة اسمها الإخوان المسلمين اللي في اليمن المسمى بحزب الإصلاح بتواطع كياداته مع القيادات الحوثية وأيضاً القيادات العسكرية مع قيادات عسكرية أيضاً يعني مسألة ابتزاز لدول التحالف على رأسهم المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة ومن يدعم هذا التحالف ابتزاز رخيص واضح ملايين كدسوها في تركيا في ماليزيا في مختلف بك على العالم بالمليارات أخذوها على جثاث اليمنيين وعلى دمائهم ونزيفهم وقوتهم اليومي أين اليمن؟ سؤال أخير أستاذ أنور بما أنه الحاصل والجميع يعرف ما يحصل سواء كان الجانب السياسي أو بالأصح أنه كل هنا المواطن العادي أصبح يفهم أساسة ولعبة ما يحصل برأيك هل يستطيع الآن ما تبقى من نقول هنا الكوات الوطنية وكذلك الكوات المشتركة وهي كبيرة بأبطالها وعديدها وعتادها أن تتوحد وتتقدم لتحرير البلد ليصف أن الجميع من في نعم ومن في مأرب ومن في ظال ومن في غيرها من الجبهة نريد من يلتقط هذه اللحظة من هو القائد الذي يستطيع أن يلتقط هذه اللحظة وإن كان هناك قائد ومن المؤتمر الشعب قامت القيامة وحلقت الدنيا ولم تقف عند حد وكأنها كارثة طيب ما المؤتمر قاد البلد وإلى الأمام وقاد البلد في أمان واستقرار خلال السنوات الماضية المؤتمر الشعبي العام هو رائد التنمية ورائد الاستقرار رائد كل شيء اليوم أنت أنت وغيرك تندب حظك حتى المنتمين إلى هذه الفئات الضالة كالإصلاح والحوثية يحلمون بيوما أن يعود فيه صالح مصدر الأمان والأمن والاستقرار الذي كان ووجود المؤتمر الشعبي العام هو الحل الأمثل ليس تزلفا وليس لأن كلنا ننتمي لهذا الحزب المعتدل ولكن هذه الحقيقة ستفرض نفسها سيأتي يوم كلنا أو الجميع يجمع بأنه الفشل تلو الفشل الذي حدث من هذه الأطراف لا حل لها إلا أن يعود الوعظ كما كان عليه في حزب المؤتمر المتمثل بهذه الجحافل وهذه القواعد الكبيرة الممتدة في الوطن اليمني من المهر إلى صعدة هذا الحل الأمثل إذا أردنا حل الأمثل أن يخرج اليمن من كل كوارثة وإلا ستظل المؤامرة تلو المؤامرة هذا يا سيدتي حزب الإصلاح والإخوان هو عنوان للمؤامرة سواء في مصر أو في سوريا أو في كل أكتر العربية وعلى رأسها اليمن عنوان للمؤامرة وعلى سؤال الدسائس لا يوجد لديهم إلا شغل تحت خفي دائما وتحت الطاولة ومزيد من الإبتزاز والرخيص بالأموال ثرف اليمن وحرب اليمن ما لا يعني أذنا سمعت ولا عينا رأت وكلها إنها ذهبت إلى جيوب هؤلاء لم يحققوا منها شيء سوى تكريس الفشل ومزيد من الفشل والدماء والضحايا والجرحة يعني أمر محزن نعم شكرا جزيلا لك الإعلامي والمحل السياسي الأستاذ أنور الأشوال أشكركم ومشاهدين الأكارم لحسن المتابعة وحتى الملتقى أترككم في أمان الله وحسن عناية اشتركوا في القناة